موعدنا اليوم في حلقة جديدة حلقة مهمة أكتر زهنية متسعة مع الكاتب أحمد الكاتب شيعي له باع طويل ومع فضيرة الشيخ محمد عيطة مدير الدعوة الإسلامية وأمين لجنة الفتوى الإسلامية تحياتي لكم جميعاً لقاء اليوم هو لقاء بصراحة مرتقب الأستاذ الشيخ محترم أحمد الكاتب لديه باع طويل جداً في التاريخ وفي التراث الإسلامي بشكل عام فهو النهاردة هيكون اللقاء أو المحاور الأساسية اللي احنا نركز عليها ما بين الاتفاق والاختلاف ما بين الشيعة والسنة هل ما نقل لنا بعد انتقال النبي محمد ما بين الخلافة والإمامة هو من المسلمات وهذا هو أساس الخلافة أم في سيناريوهات أخرى لا نعلمها مع شيخنا اللي مشرفيننا ومنوريننا على قناة حقائق الأديان سوف نتعرف جميعاً في هذه الحلقة على معلومات أتمنى من حولكم تركزوا فيها لأن من خلال هذه المواطيات هتفتح لنا جميعاً هوافات ذهنية لضوابط كلنا محتاجينها فاضرة الشيخ آآ محمد عيطة تحياتي لساعتك فاضرة الشيخ أحمد الكاتب تحياتي لساعتك هنبدأ أولاً أهلاً ورحمة فيك الكاتب المحترم أحمد آآ الكاتب نعم سؤال حضرتك يا فاندي من خلال هذا العنوان حضرتك ممكن تبتدي معانا منين وهتسرد لنا إيه ضوابط معينة وهل حضرتك فعلاً شيعي وما زلت شيعي لأن في بعض من التعليقات على عنوان تعريف لساعتك فحضرتك ممكن تبتدي تفضل كاتب أحمد الكاتب من شرفنا نوارنا تفضل فاندي من الكريمة مع الحضرتك الله يسلمك الله يخليك إن شاء الله في الحقيقة كلمة شيعي كلمة عامة ومتطورة وكما تعرف أن الشيعة كانوا يشكلون في أهد الإمام علي تعبيراً كانت تعبيراً سياسياً عن التشييع السياسي في مقابل شيعة معاوية أو شيعة علي ثم شيعة الحسين وشيعة يزيد فكلمة شيعة كانت تعني مثل تحزب أو حزب فلان أو حزب فلان فهي كانت كلمة عامة ولكن عبر القرون اللاحقة اتخذت معاني عديدة والشيعة الذين كانوا يشكلون المعارضة الرئيسية للنظام الأموي خاصة بعد مأساة كبرلاء الشيعة ضموا فرقاً عديدة وأحزاباً وتيارات مختلفة وكان هناك في القرن الثاني الهجري تيار من الشيعة يعرف بالتيار الإمامي أو المذهب الإمامي ثم المذهب الإمامي أيضاً تطور وتفرق إلى إسماعيلية وجعفرية وموسوية وواقفية وفي منتصف القرن الثالث الهجري ووصل هذا الجناح من الإمامية الجناح الآخر الإسماعيليون كانوا مختفون وغير ظاهرين الجناح الموسوي أبناء موسى بن جعفر علي بن موسى الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري توفي الإمام العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري سنة 260 للهجرة ووقع شيعته في حيرة وتفرقوا إلى فرق عديدة فرق عديدة وبعد ذلك في القرن الرابع الهجري تكونت الفرقة الاثنى عشرية التي قالت بوجود ولد مخفي للإمام العسكري وهو موجود حي وغائب وسوف يضر في المستقبل هذه الفرقة الاثنى عشرية والفرقة الاثنى عشرية أيضا تطورت أدت مرات بين الفرقة أخبارية وأصولية ثم تكون التشيع ما أسميه أنا التشيع المرجعي التشيع المرجعي هو تشيع يختلف عن التشيع الإمامي وعن الاثنى عشر حتى والآن يعيش الشيعة بتشيع جديد هو الولاء لأهل البيت حب أهل البيت بصورة عامة ولكن النظرية الأساسية النظرية السياسية التي كان يؤمن بها الإمامية التي كانت تقول بأن الخليفة أو الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو أي واحد السلطان يعني يجب أن يكون معصوما معينة من قبل الله في سلالة معينة هذه النظرية الآن غير موجودة ولا يعمل بها لأن النظرية توقفت قبل أكثر من ألف ومائتي عام الآن الشيعة يؤمنون بالنظام الديمقراطي سواء في إيران أو في العراق أو في كل بلاد التي يعيشون بها يؤمنون بالشورى والمشاركة السياسية والانتخابات وبعد أسبوع عدنا مثلا بالعراق انتخابات تجري لاختيار النظام جديد حكومة جديدة ورئيس جديد والآن الشيعة يعني فقط ربما بالاسم هم يعتبرون شيعة إمامية إثنى عشرية وهذه نظريات قديمة لا وجودة لها اليوم الإمامية الإثنى عشرية نعم تفضل تفضل مباشرة فضلت الشيخ محمد عيتا بدون أي تدخل مني فضل شكرا شكرا عوض بالله من الشهدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والقلات والسلام علي سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وآن وآله وبعد السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وحاني الأستاذ أحمد هطام الكاتب أحمد الكاتب على هذه المعلومات القيمة في التشيع وتاريخ التشيع وفي الحقيقة كلام يعني ليس لي تعليق عليه إلا أن أقول إن هذا كلام كلام طيب وبداية طيبة من الأستاذ أحمد الكاتب فالذي أريد أن أعلق عليه الكلمة الطيبة السليمة الصحيحة التشيع السياسي يعني كانت تشيع السياسي وكانت بمثابة التحذب خزب فلان أو خزب هلان كما قال أستاذ أحمد هو نفس الموجود الآن في التشيع إذا كان يتفق معي في هذا فهو بالفعل التشيع أساس مذهب سياتي وليس مذهب ديني هو في الحقيقة كان سياسيا بدأ سياسيا ثم بعد ذلك انتقل من السياسي إلى الدين وظهر الاختلاف الوالد فيه إلى فرق كثيرة وطوائف أثر كما نعلم وكما ذكر الزحمة كالإسماعيلية وغيرهم وكل يدعي حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي الحقيقة نحن أهل سنة نتفق اتفاقا وطيدا مع الشيعة في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جمع نحبهم ونجلهم ونكرمهم ونعظمهم وعقيدتنا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لابد أن نواليهم كما ولينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة هكذا هي عقيدتنا وهذا هو مذهبنا مذهب آل السنة في حب آل البيت لا يختلف أبدا مع المذهب الشيعي في حب آل البيت إذا كان الشيعة يقولون إننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول أيضا إننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة السياسة إذا دخلت في شيء أفسد وخصوصا إذا تكلمنا باسم الدين السياسة تتكلم باسم الدين المفروض يكون العكس يكون الدين هو الذي يتكلم باسم السياسة لأننا لا بد أن ندين السياسة للدين ندين السياسة ولا نسيس الدين الذي حدث في الماضي وفي الحاضر ويحدث حتى مع أهل السنة ويحدث مع الفيعة ويحدث مع كل فرق المسلمين أنهم يريدون أن يسيسوا الدين وهذا ما نقع فيه ونحفظ فيه ونتحذب وتقع العداوة بيننا وبين بعض بين الطوائف وبين الفرق وتقتسم الأمة وتقترق الأمة على مذاهب وأحزاب عدة وكل يدعي كما قال اتفاع الوصل لليلة وليلة لا تفر لهم بذاك وكما قال الله سبحانه وتعالى وكل حزب بما لديهم فرحون فأساس البلوة على هذه الأمة أن الأمة سيست هذا الدين إنما لا بد أن تكون استياسة فيها أخلاقيات هذا الدين مدينها بأخلاقيات هذا الدين وشلوك هذا الدين ولا نقل بالموضوع فقلب الموضوع وقلب الحقائق هو الذي شوه صورة هذا الدين منذ القرن الأول الهجري وإلى الآن وسنظل حيص بيصة كما يقولون في هذه البلوة كل مع فرقة هذه تعادي هذه وهذه تعادي هذه وكلها اتجاهات السياسية فأنا أتفق نعمت في هذا الموضوع وأشد على هديه وأقول له جزاك الله خيرا لأنه بالفعل التشيع السياسي هو فعلا بدأ مع التشيع وما زال أيضا إلى الآن هو ما زال التشيع وإن كانوا يقولون أننا نحبها لبتنا هم يقولون أننا نحبها لبتنا لا فرق بين السنة وبين الشيعة إنما الفرق بيننا أن التشيع السياسي هو الذي فرق فيما بين التشيع بعضه وبعض وبين التشيع والسنة وغير ذلك ونسأل الله العفو والعافية وذلك ببا وكل خير